الهند سوف نضح mail by job order costing system calculation of job order costing system نهردا نقض another problem by job order cost system تعال نشوف مع بعض this problem illustration. this information was collected from COST department in Ahmed company about job orders الضغط الضغط اللح سيل يع Nikki One . . اله من وبر ون ، ليدزيائك هنا كم عندك؟ الأول الضغط سو стран ميها الموضوعạ lugar التالص بعض الشماغات الحاجات اللي رجعت. فطبعا معناها الحاجات اللي رجعت للمخازن بيتقال عليها ان انجلش بيقولوا يعني بضاعة معناها انت مش محتاجها. فحاجات رجعت لك. فالحاجة لما بتترجاء فالحاجة لما بتعمل لك بتعمل لها دي داكتد ليها. واقول لك ازي لما نعمل مع بعض نحل مع بعض. طبعا نفس القصة بدي لك. بعد كده نمبر سري بيكلم عن زا ترانسفير زا ترانسفير ماتيريال فروم جوب اوردر هندرد ان ايت تو جوب اوردر هندرد ان ناين. اه الحاجات اللي حصل لها تحويل في الخامات في بيحصل تحويل في الماتيريال. من جوب من فروم من جوب اوردر هندرد ان ايت تو جوب اوردر هندرد ان ناين. نمبر فور زا ترانسفير تبقى ماتيريال فروم جوب اوردر هندرد ناين تو جوب اوردر هندرد ان تين. ان ايت. في حاجات اه اه حصل لها تحويل من مية وتسعة المية وتمانية. نمبر فايف اه اه الديريكت ليبر مديلك برضو النامبر اوردر. النامبر اورز زا ريت اوف ويجيتز. وهنا نمبر سيكس بنكلم عن الانديريكت كوست تو جوب اوردر هندرد ان ايت. اف يو او اف يو هاب زا اديشنال داتا ومديلك شوية ايه اديشنال داتا هنستخدمها. وطالب منك في زيس برولم ان ريكويرد هاو تو كالكولات زا توتال costs as follows direct material, direct labor and indirect cost to job order hundred and eight. طالب من سياتك ان انت ازاي تعمل how to calculate the total costs as follows direct material, direct labor and indirect cost by job order cost system hundred and eight. for now how to calculate the total cost for this job order. ان انت ازاي تحسب how to calculate the total cost for this job order. التوتال cause the total costs may be classified into three categories. the total costs may be classified into three categories. which categories? direct material, direct labor and indirect cost. ال indirect cost اللي هي that means the factory overhead. طيب تعال نطبق مع بعض ان انت ازاي او في job order costing system. وانرد ان هندرد وطالب من سياتك انت ازاي تحسب الايه? how to calculate the total ايه? the total cost by this job order hundred and eight. نبص على السيليوشن. اول حاجة طبعا خضرتك the first step by this solution the total cost of. the total cost of direct material, direct labor and indirect cost to job order hundred and eight and job order hundred and nine. بس طبعا هو طالب منك في المسألة. the solution. طبعا انت material by job order cost system by hundred and eight. حضرتك اللي ايه? اول حاجة هنبص عندنا في ال problem. ال problem اللي هو مديه لك في المسألة الخاصة بال direct material ما يدي لك اربع حاجات related بال material. هنمسك number one. the issue of material. حاجات اللي انت اتعمل لها issue of material. الحاجات اللي انت صرفتها. الحاجات اللي انت استخدمتها. المaterials اللي انت استخدمتها. فحضرتك هتعمل schedules. وهنكتب number of job order. with the quantity. with price per unit. عشان تطلع ال issue material. طبعا هنشغل على any job order. هو هنا number of job order مديلك hundred and eight and hundred and nine. هو طالب منك في required. ايه شغال على انهي. على انهي. على انهي. على اني job order. hundred and eight. فبالتالي بحناخد اي حاجة related hundred and eight. هبتدي استخدمها. هتشوف ال quantity بتاعت hundred and eight. كان الكام. one hundred and thirty. وال price per unit two. طيب. hundred and nine. هناخدها? لا. مش هناخدها معنا عشان هي مش تابع. مش تابع job order اللي حركت التشغل عليه. طيب اللي بعده. hundred and nine. نابس القصة. hundred and eight. اه هنستخدمها. ايه? هتاخد. طيب اللي بعده. hundred and eight. هنستخدمها. طبعا هتاخد ال quantity. hundred and seventy. multiply six equal. هنشوف هيطلع معاك كامل number. هنا. hundred and nine. مش هنستخدم. hundred and eight. تابعنا. هناخد one hundred and sixty. multiply seven. وهتطلع بقى لايه? زي ما هو عامل كده بالزبط. اهو. بتكتب النمبر of job order الخاصة بال related بال hundred and eight. هتجيب تاخد ال quantity. هنضربها. multiply or times. ال price per unit. هتطلع الايه? هتطلع الفاليو. طلعنا الفاليو لكل job order. for each job order. هتطلع total cost الخاصة بال related by the issued material of job order hundred and eight for this number. يبقى كده خلصنا number one. طلعنا the issued material of job order hundred and eight. number two. هنطلع ايه? زي second step returned material. the returned material. الخامات اللي ايه? اللي استرجعت. الحاجات اللي رجعت. ليك انت. فهنبص على ال return material خاصة بال return material عندك. الخاصة بال job order اللي هي hundred and eight. فعندك حاجتين اللي خاصة بال hundred and eight. هتاخد ال quantity. 50 multiply two. ونفس القصة. هناخد ال quantity. 80 multiply the price per unit. six equal. هتطلع عليه الفاليو. اهو زي ما احنا عملنا. اهو زي returned material. schedule number of job order. hundred and eight. هنطلع طبعا total value زي ما انت عامل كده بالزبط. كل الكلام ده موجودة عندك في المسألة given. number three. عايزين بخاصة برضو related بال materials. قالك زي transferred material from job order. hundred and eight to job order hundred and nine. في حصل حاجات حصل التحويل من الخامات عندك من from hundred eight to hundred nine. اهو. two hundred eight to hundred nine. اهو. هتاخد quantity. 80 multiply four. price per unit. هتطلعي الفاليو. 65 multiply five equal هتطلع برضو ايه النمبر. اهو. زي ما احنا عاملين كده بالزبط اهو. زي ما مدي لي سياتك هنا. هنا برضو ايه. زي transferred material from job order hundred nine to job order hundred and eight. في حاجات حصل التحويل للماتيريال. from job order hundred nine to job order hundred and eight. طبعا هتاخد الكوانتاتي. مالتيبلاي. ايه بقى يوتوك. زي كوانتاتي. 50 مالتيبلاي or time six equal. هنشوفها يطلع كام. نفس القصة زي ساكن. 65 مالتيبلاي eight equal. and 75 مالتيبلاي five equal. ها. which number هم دول اللي حرك عملتهم. 50 مالتيبلاي six equal three hundred. 65 مالتيبلاي eight equal five hundred twenty seventy five. مالتيبلاي five equal three hundred seventy five. هتطلع الايكوال التوتال اليلة one thousand one hundred ninety five. ده الخاصة بالترانسفيرد material from job order hundred nine to job order hundred and eight. يبقى كده هدلوقت يا حضرتك تقدر تحسب ال direct material. او يبقى how to calculate for now the direct material of job order hundred and eight. طبعا اول حاجة number one هتجيب the issued material. الحاجة اللي انت استخدمتها زي issued material. التوتال كان بتاعتها كام? اهو. بعد كده بشيل منها ال return material. ال return material. ال value بتاعتها كام? five hundred ايه? five hundred ايتي. طبعا ال return material طبعا بالماينس عشان معروف يا شباب ان ال return ما عروف ان هي بالايه? بالماينس. تمام كده? ده ال return material five hundred and ايه? five hundred and eighty. اللي هي طبعا ال return material. اللي هي بايه مينس. طيب اه اه number number three. هني كلم بقاها برضو number three بال direct material اللي هي خاصة. زي transfer from job order كده كم? اه هم هم هم. زي transferred. طيب. هنا بقا على number three على transfer material from job order hundred and eight to job order hundred nine. كام عندك? التوتال value. انت كنت مطلعها? eight hundred and ninety. طبعا ليه بالماينس بقا? ليه بالماينس? عشان حضرتك في حاجات اتشالت من عندك راحت ليه? لجوب order hundred and ten. يعني في حاجات حصل تحولت زي transferred material from job order hundred eight to job order hundred and nine. ففي حاجات اتشالت من job order hundred and eight لتو hundred and nine. فبالتالي طبعا لما حاجات هتتشال من عندك فهتعمل لها deducted يعني ايه? هنشلها يعني ماينس. طيب في حاجات بقا transferred material from job order hundred and nine to job order hundred eight. في حاجات تحولت جات لك من hundred nine لتو hundred eight. في حاجات جات لك زيادة. فهتبقى بلاس كان بقا transferred material from job order hundred nine to job order hundred and eight one thousand and hundred eighty five. سوري اه one thousand and hundred ninety five. يبقى هنا بقى يبقى يبقى total عندك يبقى total direct material هيبقى عبارة عن issued material minus return of material minus transfered material from job order hundred eight to job order hundred nine plus transferred material from job order hundred nine to job order hundred eight equal for this number late two thousand and eight hundred twenty five. يجيب شامباونز ده الديريكت ايه الديريكت ماتيريال اللي حضرتك عسبتها. اول خطوة اللي طالب منك في ان انت تحسب. خلاص عملنا. تاني حاجة. عايز second step. طالب بقى ان انت ازاي تحسبها وتو كالكوليت the direct labor. اهو. the direct labor of job order. انه job order اللي حرك شغال عليه job order hundred and eight. هتشغل عليها ازاي بقى job order hundred and eight. اهو. the direct labor. هناخد الـ number of job order 108 only يبقى هتاخد الـ number of hours multiply the rate of wage هسنتطلع الـ direct labor يبقى 100 30 multiply 0.6 equal بعد كده plus يبقى 160 multiply 0.6 equal بعد كده plus 180 multiply 0.5 equal plus 140 multiply 0.7 equal اهو زي ما احنا شايفين كده بالزبط اهو 100 اه 1008 اه طبعا الـ number of job order اللي احنا شغالين عليه الـ number of hours طبعا اهو اللي خاصة بالـ 1008 هو ده اللي احنا بناخدها معك طبعا اهو 108 only اهو بناخد الـ 100 اهو 130 multiply 0.6 هنطلع 78 اللي بعده اللي بعده اللي بعده ونطلع الـ value بقى اللي هي 78 plus 96 plus 90 plus 98 equal 362 ده الـ value بتاعة الـ direct labor يبقى كده طلعنا الـ second step بتاع الـ direct a labor طيب السيرد بقى ها the third step بالنسبة للكالكوليشن بتاعة total cost تجيب بقى هاو to calculate الـ indirect cost اللي هي that means the factory overhead الـ indirect cost عندك اللي هي خاصة بالـ order 100 and 8 طبعا نبديدك الـ indirect cost متقسمة لثلاث حاجات indirect material و indirect labor و other costs و other costs اللي هي total cost اللي هي related بالـ indirect في حضرتك عندك you have two centers service centers and production centers service centers عندك you have three columns you have three centers A و B و C والproduction centers F و G و H فهو دلوقتي حضرتك اللي مدهالك ده centers related بالـ indirect cost حضرتك انت بتاخدها بايه بتنقلها زي ما زي ما هي كده اللي موجودة عندك given بننقلها بتعمل schedules items service centers production centers service centers متقسمة may be classified three columns A B C production centers طبعا متقسمة may be classified three columns F G H وبتكتبها ال indirect material بتاع A و B و C و F و G و H ال indirect labor نفس القصة A و B و C و F و G و H والother cost A و B و C و F و G و H وبتطلع total cost بتاع A و B و C و F و G و H نفس اللي موجودة عندك في المسألة given بتنقلهم زي ما هم نقلناه طالب بقى هنا منك في المسألة في ال problem ان انت محتاج تعمل allocation if you have the additional data the allocation of service centers on production centers by gross the allocation ratio is 2 to 1 to 2 يعني هو طالب من سيابتك ان انت محتاج تعمل distribution allocation of service centers of the service centers on production centers يعني هو طالب من سيابتك ان انت ازاي تعمل distribution عايزين نوزع service centers دول ها total cost دي كلها service centers عايزين نعمل لها distribution by the production centers ازاي بقى فهو بيقول سيابتك هنستخدمها بطريقتين مرة هتستخدمها بطريقة by gross allocation وباي alone allocation ال gross allocation هتحسبها ازاي هناخد total cost بتاع e و b و c الخاصة بالتلاتة على بعض اللي هي ال indirect وال indirect material plus ال indirect labor plus ال other cost بمعنى احنا عنده حضرتك هو انت عندك service centers عندك you have three centers a و b و c ال indirect كام عندك المaterial ها عشرة ten thousand twenty و eight وال indirect labor twenty thirty two fifteen وال other cost ten eighteen seven يبقى total cost for service centers by a forty total cost the service centers by b seventy وال total cost ها the service centers by c كام thirty thirty thousand او طبعا طبعا دلوقتي هاو زي ما احنا عملنا بناخد total cost of service centers for each center a b c طلعنا طلعنا total بتاعتهم كام هما 3 على بعض بتاع a b c 140 thousand فحضرتك هناخد 140 thousand هنعمل لها allocation هنوزعها allocation or the distribution on the production centers by f g h طبعا by f g h ازاي بقى by f g h طبعا ال ratio اللي هم ادها لك في ال problem ايلك ايه ايلك two two one two two يعني two دي خاصة بالنسبة اللي هتتوزع على مين النسبة two اهي اللي هتتوزع على مين على f one اللي هنعمل لها distribution by a by g و two هتعمل لها distribution by a by h فطبعا هنا هنمسك الايه هنوزع بقى هنوزعهم ازاي ادي اهو النسبة اللي هم ادها لك two one to two اهو two one to two on production centers by f هناخد التوتال اللي هي التوتال ال cost of service centers 140 multiply هناخد two ماشي divided by على total على total ratio total ratio كام هنا عندك two plus one plus two equal a five يبقى two over five multiply 140 thousand equal for this number طب اللي بعدها ال allocation of service centers on production centers by g هناخد one over five multiply 140 thousand equal for this number طيب the allocation of service centers on production centers by h هناخد برضو two اخر واحدة over five multiply 140 thousand equal for six number يعني هو بيقول السيادتك ان total cost اللي هو مدها لك total cost of service centers by a b c اللي هي 40 70 وال 30 اللي هي total بتاعتهم 140 هنعمل لها you need to make the distribution محتاج ان انت تعمل you need to make the distribution 140 thousand by the production centers in f g واتش طبعا ازاي ازاي باخدنا 140 thousand هنوزعها طبعا بنسبة كام بتاعتنا two over five multiply 140 thousand يبقى يطلع 56 اللي بعده ها يبقى 56 دي دي خاصة بالايه بقى وزعناهم على center f طيب g يبقى g lg هيتوزع طبعا هيتاخد بنسبة كامل ها هتتوزع ازاي هناخد one over five multiply 140 equal for this number وهكزا تمام طيب دي عملناها بطريقة الايه ها بطريقة الجروس the allocation ratio is two to one to two طب اللي بعده بقى طالب من طريقة تانية انت another method ان انت تستدم بقى of service centers on production centers by alone يعني by alone يعني هناخد كل واحد لوحده هناخد ايه لوحدها هناخد التوتال بتاعتها ونعمل لها distribution by f g h وبعد كده هناخد بيل وحدها total cost ونعمل لها unit by f g h c هناخد total cost by c ومحتاج you need to make the distribution by f g h any ratio او ratio اللي هم ادها لك سياتك ايه التوتال total cost بتاعته كام 40,000 عايزين نوزعها بنسبة كامل ratio z location percent of service centers a is two to five to three يبقى هناخد two over can بقى هناخد over nine multiply 40 هنوزعها على الايه على production centers by f اهو طبعا هي واضحة ايه في النهاية اهي موضح حالك اهي هناخد 40 اهو هنبتدي بقى نوزعها هنبسك ايه الوحدة الايه total cost بتاعتها for اه total cost بتاع service centers by a 40,000 هنوزعها ازاي اهو هنوزعها عايزين محتاج تعملها by f g h بما انت عندك في production centers you have three centers f g h طبعا f ده خاصة by two g related by five h related by three يبقى two over طبعا هيبقى two plus five plus three equal sorry equal ten يبقى two over ten multiply forty equal for this number اللي بعده five over ten multiply forty equal for this number three over ten multiply forty equal for this number يبقى احنا وزعنا forty thousand يبقى على ال production centers على f g و h طيب total cost بتاع b كان 70 طبعا جات من 70 او موجودة عندك total cost بتاع b 70 يبقى بتاعتها متوزعة بنسبة كام three to four to three طبعا three plus four plus three equal ten يبقى هنوزعهم ازاي يبقى هناخد 70 multiply three over total ratio ten يبقى three over ten multiply 70 equal this number اللي بعده four over ten multiply 70 equal this number three over ten multiply 70 equal twenty one thousand يبقى 70 thousand بتاع service centers b حضرتك عملت لها distribution وزعناها عملت لها توزية ازاي distribution or the allocation on the production centers by f g and h طيب اللي بعده بقى اخر حاجة اخر centers عندك the last service centers by c كان كامل total cost بتاعتها اهو 30 عايزين نوزع 30 thousand you need to make the distribution on production centers by f g h اهو يبقى allocation of service centers on production the allocation of service centers on production center by f اهو five to three to two يبقى total ratio بتاعتها كان بقى يبقى plus three plus two equal ten يبقى 30 thousand multiply five over ten equal for this number ها 30 thousand multiply three over ten equal this number ها 3000 multiply two over ten multiply sorry three thousand multiply two over ten equal for this number يبقى حضرتك هو بيقول لك ان 30 thousand اللي هي total cost of service centers by c is 30 thousand حضرتك عملتلها ايه بقى you make the distribution on the production centers by f and g and h by f which number 15 by g which number 9 and by h which number 6 thousand يبقى كده حضرتك عملتلها ومرة تانية by alone فطبعا كده احنا وزعنا ال indirect cost طبعا وزعنا حضرتك عملنا هنا في ال problem دي وزعنا بالنسبة على production centers من خلال مرة بال gross ومرة بايه بالو فطبعا زي ما هلنا كده احنا غطينا كل اللي هو طالب بنسياتك في المسألة وشكرا اشتركوا في القناة